اطفال اليمن الشريحة التي وجدت نفسها بعيدة عن الحقوق والواجبات بل باتت معزولة عن ابصد امتضلبات العيش الاساسية وعندما تتحدث المنظمات عن كارثة فقر غذائي يتعرض لها اطفال اليمن فذاك ينذر بكارثة انسانية بحقهم قد تنتهي بالموت مع تدهور اوضاعهم الصحية والعيش في بلد اكلته نار الحرب منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسف كشفت ان 27% من اطفال اليمن يعيشون في فقر غذائي شديد بل تعرضوا للحرمان من التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة ولا تزال المخاوف هذا العام صعبة للغاية مع السمرار التدهور الشديد في الظروف الاقتصادية وانهيار الخدمات الاساسية التي شكلت محركات رئيسية لنقاط الضعف والاحتياجات في جميع انحاء البلاد وبحسب المنظمة فان اكثر من 18 مليون يمنية يحتاجون الى المساعدات خلال العام الجاري منهم من يواجهون العدام الامن الغذائي فيما يعاني ما يقرب من نصف الاطفال دون سن الخامسة من التقزم المتوسط الى الشديد ولا يزال اربعة ملايين وخمسمائة الف شخص نازحين الكثير منهم نزح عدة مرات على مدى سنوات الحرب اما الوجه القاتم للاطفال هم من يعانون من سوء تغذية الحاد الوخيم ويقدر عددهم بنحو اربعة وخمسين الف طفل لتتزايد المخاوف من تصاعد الرقم بشكل قياسي في ظل تقدير المنظمات والجهات المانحة لاطفال اليمن برنامج الاغذية العالمي في اليمن اعلن مؤخرا انه تلقى منحة جديدة بقيمة اربعة ملايين وثمانمائة الف دولار من السعودية لمعالجة سوء تغذية الحاد المعتدل بين الاطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات وقد تدعم هذه المبادرة التي تستمر لمدة عام واحد نحو سبعة وثمانين الف فردا من الفئات الضعيفة في محافظات ابيا وعدن والظالع والحديدة والمهرة وحضر موت ولحج ومأرب وشبوة وسقدر وتعز ترجمة نانسي قنقر